كلمة معالي وزيرة التضامن الاجتماعية دكتورة نيفين القباج فلتتفضل لإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيدة الفاضية حرمه الحضور الكرام تحية مباركة معطرة بعظمة المرأة المصرية ومحملة بكل احترام وثناء وتقدير لكل أم ربت وأعطت وبذلت نفسها فداء لأسرتها ومجتمعها ووطنها ونور ورحمة للأمهات التي رحل عن الحياة ويقى دائما وأبدا أثرهن في الروح والذاكرة كل عام وأنتن طيبات كل وقت ومسرنا الحبيبة تمضي قوية أبية تتخطى الصعاب جميعها وتنهد وترتقي بمزيد من الصبر والفكر والوعي والعمل بين أول العمر وآخره تمر حياتنا بين منعطفات وأطوار عدة وقد خلقنا الله من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وفي رحلة الحياة يظل السند الأقوى والشريك الأهم هي هي روح الحياة ويأتي من رحمها الحياة هي الصبر والعطاء والتضحية والوفاء والقوة والكبرياء وذات الأصل الكريم هي ذهب لا يصدق مهما سهرته الظروف ونور لا يخبو مهما طال الزمن ومن المكارم العظيمة والفضائل الكريمة توقير واحترام كبار السن وكفالة كافة حقوقهم وهذا من أعظم أسباب التيسير والبركة وإن كان بعضهم يصير أقل نشاطاً أو أضعف صحة في سن الشيخوخة فإن آخرين كثيرون قادرون على مواصلة العمل والإنتاج حتى منتهى العمر وآخرين قد يزيد إبداعهم حتى ولوهنا العظم منهم ونحن إذ نقر بحقوق كبار السن التزاماً بالدستور المصري الذي وضع منظومة محكمة للتنمية العادلة ولتكافؤ الفرص واتساقاً مع استراتيجية حقوق الإنسان التي راعت الشمولية دون تمييز ضد أي مواطن وقد استهل السيد رئيس الجمهورية عام 24 بتوجيه سيادتي بسرعة إصدار قانون رعاية وحماية كبار السن ولأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية يصدر قانون متكامل لأصحاب العمر الذهبي أولت مصر لسياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة وأولت للأسرة المصرية أهمية خاصة وحرست على شمول الفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي فتشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبار السن الحاصلين على دعم كرامة تصل إلى 14% من إجمالي الدعم النقدي بالتكلفة 7 مليار جنيه سنوياً كما يستفيد 86% من كبار السن ما يقرب من 8 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز والسلعة التموينية بالتكلفة 13 مليار جنيه سنوياً وقد أطلقت وزارة الصحة والسكان برنامج الرعاية الصحية لكبار السن للكشف بالمجان كما أطلقت خط ساخن للاستجابة لخدمتهم وشكواهم ثم تم شمولهم في التأمين الصحي الشامل وأكثر ما يشغل بال كبار السن بعد التقاعد هو الحصول على معاشي عينهم على تكاليف الحياة تبلغ نسبة النساء من إجمالي أصحاب المعاشات حوالي 60% بواقع 6 مليون و 500 ألف سيدة بتكلفة سنوية تصل إلى 240 مليار جنيه مصري إلا أن نسبة النساء المؤمن عليهم تبلغ فقط 23% من إجمالي 13 مليون و 800 ألف مشترك وبالتالي يندرج الكثير منهن تحت فئة العمالة غير المنتظمة أو العمالة غير الرسمية مما يهدد تأمينهن ضد البطالة والمرض والعجز ولقد وجهتم سيادتكم بالعمل على استصدار قانون للعمالة غير المنتظمة وقد هممنا بالفعل في إعداد هذا القانون بالشراكة مع وزارة العمل وكافة الشركاء المعنيين كما أن اهتمام سيادتكم بالأسرة وجه أيضاً باستصدار صندوق للأسرة لتأمين ودعم الأسرة بالتزامن مع إصدار قانون الأحوال الشخصية كما تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي تكلفة النقل والمواصلات لكبار السن وذلك بنسبة 100% لمن بلغوا 70 عاماً فأكثر ونسبة 50% لمن بلغوا 65 عاماً والمرأة شريك أساسي في سوق العمل وفي تحفيز رأس المال المحلي حيث تمثل النساء نحو 47 من أصحاب المشروعات متناهية الصغر زادوا من 2 مليون إلى 5 مليون وتكلفة من 30 مليار إلى 88 مليار فقط في غضون 6 سنوات علماً بأن 18% من أصحاب المشروعات يبلغ أكثر من 65 عاماً وتحقيقاً لمبادئ المصلحة الفضلة لكبار السن الذين يوجهون ظروفاً صعبة تحول دون رعاية أنفسهم في مكان آمن تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 174 دار رعاية اجتماعية لكبار السن سواء كانت خاصة أو حكومية أو أهلية بالإضافة إلى 51 مؤسسة للكبار بلا مأوى لحمايتهم من كافة الأخطار وتم تطوير برنامج رفيق المسن للرعاية المنزلية الحضور الكرام تتزايد أعداد كبار السن عاماً بعد عام ومتوقع أن تزيد الأعداد ثلاثة أضعاف خلال الخمسين سنة المقبلة مما يسترع التفكير والتدبر في تركيبة السكان في الموارد المترتبة على تلك الزيادة لذا قامت اللجنة العليا لكبار السن تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبعدوية أكثر من 16 وزارة وهيئة بإعداد المساعدة الأولى من الخطة الاستراتيجية الوطنية لتلك الفئة الموقرة كما بدأ العمل على تطوير قاعدة بيانات موثقة ومحدثة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وقد وجهتم سيادتكم بإنشاء صندوق آخر لكبار السن لتعزيز مصادر تمويل الخدمات المقدمة لهم وبوضع 100 مليون جنيه مبدئياً في هذا الصندوق فحبنا وتقديرنا لهذه الفئة لا يغنينا عن التفكر والتخطيط للمرحلة المقبلة ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للسيد رئيس الجمهورية على الطفرة الحقوقية التي شهدتها النساء بمختلف فئاتهن ومواقعهن في مصر في عهد سيادتي بلا شك أن سند الأسرة والمجتمع والدولة وتقديرهم لكبار السن والوفاء بحقوقهم كافة يجعل من العمر الذهبي فصل رائع من قصة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته يا دكتورة لا تسبيه مجانك لغاية لما تأخذي حقك آه طبعا أخذي حقك الأول ليس كده أنت تحت عمر حدريتك كيفية ما هو أنا ونزلت الدكتور مصطفى لا يدفع خلاص وانا بقول لي يا دكتور مصطفى دلوقتي وحيبقى قدام الناس لا يقدرش يقول لا ليس كده يا دكتور طب كابا للأسرة والكبار السن حدي يلحق يا دكتور معي تموجود الأول براحتك بقى تحت عمر حدريتك يا فندم يعني لو أستأذن بأقترح أن حدريتك يبقى خمسة مليار للتأمر بيئتك للتأمر بيئتك تأمين الاسرة خمسة مليار لأني صندوق فيهم الصندوق للتأمين الاسرة تأمين الاسرة أنت أعمل حسالك على واحد وليس كده لا يا فندم لا تدوا attorney يا دكتورة هناك فندم ولكن نر possiamo لا 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 هذا هو هو الكبار السن وهي الفاكرة الدكتور مصطفى هو الذي أياه ومشرك معكم على السنة دي 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 اتنين احنا قلنا ان احنا كل اللي احنا هنقدر نجيبه للسنة دي احنا هنبقى حرسين على ان احنا نحافظ على الأصول يا دكتور فاحنا حتى لما بنزود الرقم ده دكتورة العاقب بتاعه هو وكل ما هتخش موارد اكتر من الاشتراكات ومن زي ما انتم عمليون في القانون يعني بالإرادات اللي بيقول كل ما الرقم هيزيد وحنقدر نقدم خدمات اكتر بس حافظوا على ان احنا للأصول بتاعت سواء للأسرة او للكبار السن يبقى فاحنا هنبدأ انا قلنا كنت عايز اكتر من كده بس مش عارف دكتور مصطفى يعني اللي تمر بيتا مش عارف بس احنا ما احنا ربنا كرمنا بقى وقلنا الحمدلله يفعل طيب على كل حال خلينا مبدئيا كده عشان ما نضغطش الدكتور خمسة وخمسة خانص ما بخصوصة كده حاضر بلسارة وانت تطعيب بلسارة وانت تطعيب بلسارة وانت تطعيب